المباراة دي تاريخية بكل المعاني بتاعتها وضرابطها حلوة قوي 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 قبلها واثناء وبعد المباراة عشان كده اليوم السابع في انتقاءها لبعض الجمل اللي قالها كابتن إبراهيم حسن بعد المباراة قالت إن إبراهيم حسن قال ما كانش فيه أهلي قال فين في قط اللبس وقال إن احنا فقدنا اللقب يعني بس يا ساد يا قناب يا إبراهيم لأن أنا شاف إن الكلام ده وقال فقدنا اللقب بسبب غير المحترمين غير المحترمين في كلام إبراهيم حسن أصدوا على لعبة المصري اللي سابت الفرقة وهي لسه بتلعب كاس انتقلت لأندية أخرى وأعلنت عن رغباتها وانتقالاتها والفرقة لسه مرتبطة بمباراة الكاس فالرجل شاف إنه ده السنوء غير محترم وقم مدير كورة أستاذ إبراهيم جاوبني على السؤال ده والنبي اتفضل كل الكلام ده تحولت غرب ملابس كذا هل الإعلام اللي كتب كده كان جوه القوضة صمع الكلام ده ولا حد قاله له لا لا هو تصريح قاله حسام قاله للصحفي يعني ما هو قاله خلال المؤتمر الصحفي قال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي إن الجهاز نجح في كذا وكذا سيبنا من الكلام ده أنا بس عايز أقول حتة لكن في حاجة في خصوص المنشطات لأنه أنا سمعتها من جهاز المصري الجهاز الفني للمصري الناس متداقة من حكتين شمعنا لما الأهل طلب حكام أجانب جبتوله وشمعنا لما الأهل طلب الكشف عن المنشطات وفقته أولا مش الأهل اللي طلب الكشف عن المنشطات الأهل اشتكى لكن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قالت بغض النظر من اللي يطلب أو ما يطلبش المباراة النهائية في البطولة بتاخد على الكشف وده ما يزعلش حد وما يضيقش حد قالوا إن احنا بناخد عينات عشوائية من ثلاث أربع لعيبة من كل فرقة إحنا اللي بنختارهم ولها إجراءات محكمة جدا في اختيار العينات وأصحابها فبالتالي إن الأهل يقول إن أنا منحقي على فكرة زي مالك قال قبل كده وكذا فرقة قالت عايزين نلعب كورة نظيفة ما يزعلش حد إن احنا نحل المنشطات ولجم عشان كمان لعيبة تدرك إنها حجم المنشطات تعرض مش معقولة كلام على الترامدولو على المنشطات بالطريقة السهلة دي بالضبط هلشوف اللقطة الجميلة فبالتالي هذه الأحضان الدافئة جدا وهذا التقدير العالي قوي بين حسام وحسام أعتقد ما كانش يعني ما يتقالش فيها التصريحات اللي تقالت لكن فكرة المنشطات هذا حق طبيعي ومشروع ومكفول للجميع بل إنه لو محدش طلب المؤسسة أو المنظمة المصرية ملزمة إن هي تحلل في المباراة النهائية جزئية الحاكم الأجنبي مهدان هائل كاس أنا قرأت حد من الجهاز الفني اللي المصري قال طب ما احنا طلبنا قبل كده قبل مباراة الزمالك بس المباراة المصري والزمالك ما كانتش في الفاينال كون إن المباراة في النهائي وكون إن المباراة لها خلفية بين الأهل والمصري على أحداث الماضي فتحتاج رفعا للضغوط عن الحكام المصريين يجي لها حكام أجانب هاني أبو ريد ابن بورسعيد رئيس اتحاد الكورة لو الأهل ما كانش طلب حكام أجانب هو الرجل كان يجيب حكام أجانب والمصري رحب أيضا لأنه في النهاية الحاكم النرويجي هيصفر وهيمش لا فرق معاه مين دول ولا إيه اللي حصل قبل كده ولا أي حاجة أي حاكم مصري هتجيبه لو هو علي أنديل هتبقى كل ضغوط الحادثة ومشاكلها على كتافه فهيتأثر طبعا وهيهتز فأعتقد الحاكم لحد سجل عليه حاجة ولا كان له تأثير بالعكس وفر قدر عالي جدا من الهدوء والتركيز من اللعيبة ما حدش تجرأ أنه يعمل أي حاجة فبالتالي لا المنشطات يعني نتيجة ضغط الأهلي ولا الحكام اترفض من اتحاد الكورة أو اترفض من المصري أو جيه غصبا عن عين حد دي مسألة يعني كانت من المهمة أننا نوضحها لكن فوز الأهل في الدقايق الأخيرة خلّ فنان الكاريكاتير الجميل الزمالكاوي عمر سليم في المصر اليوم يرسم النهار ده رأس ما يقول لك أنا حرفع على التلفزيون قضية قضية إهدار ما العام بيدفعوا الشيء الفلانة عشان يزيعوا مطش الأهل بحاله مع أنهم ممكن يكتفوا بآخر خمس دقايق بس من كل مطش يعني الأهل اللي عايزوا جميلة بيعملوا في آخر الدقايق فقال لك طب ما ده إهدار ما العام أن التلفزيون يزيع تسعين دقايق الدقائق دي كلها المصر اليوم قالت الحلم طال انتظاره والكأس الغائب رجع داره